هذا الشيخ الشعر الله يرحمه رضي الله عنه و رضاه كان يقول لك اني آدم اعترف بذنبه مع الحق لم تأخف الله وترحمنا لكونن من الخاسرين فتلقى آدم وربه كلمات فتابع عليه ده الفرق بين آدم أما إبليس لما قال أسجد لمن خالق تطينا ربنا بقول لسجد لآدم قال أول من فعل مبدأ القياس وأعلى قيمة المادة عذرا وأعلى قيمة المادة هو إبليس أعلى هزاي قال لك أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فرد حكم ربنا سبحانه وتعالى فالله قال له تبستان بقى قال اخرج منها مذؤما مدحورا لمن تبعك منهم لم لأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ثم بدأ إبليس يغوي آدم عليه السلام وما سمع آدم هذا الكلام ذكر في كتاب قصص الأنبياء سيدنا الشيخ الله يرحمه عبد البابر النجار وذكر أيضا ذكره الإمام ابن كثير في كتابه قصص الأنبياء وموجود في كثير من الكتب يقول وما يعني استجاب له آدم خلي بالكم مش حواء السبب ده آدم فقال هل أدلوك على شجرة أدلوك ها كيف الخطب هو على شجرة وملك لا يبلغ بعد كده فأكل منها هي طبعا هي تابعة لجزء يعني أول من هو الأكل من آدم وليست حواء مش حواء اللي أقوت آدم لا ده آدم كله بعد كده بالدليل سيدنا آدم لما سمع لإبليس لما سمع لإبليس ليه ما استجاب آدم لإبليس إلا بعد أن قال له وقاسمهما إني لكما لمن النصحين اسمع القالب بعدها فترة عرف فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة فنجي نربط بين الآية دي والآية دي وتجي تشوف الآية برضو لسورة طه كذلك يعني وإذ كنا المئزود آدم في السجل إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فليخرجنكما من الجنات فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لتضمأ فيها ولا تضحى ده يسمى بالتفسير الموضوع لو قرأنا في هذه القصة نعرف أكثر يا أستاذ هدى والله أعلم